ورجعنا لكم بعض الفاصل لاستكمال الفقرة التانية من فقرات برنامجنا تحت عنوان مواهب صغيرة زي ما احنا عارفين ان احنا في مصر دايما مليانة مواهب في جميع المجالات وجميع التخصصات وما ان احنا برنامجنا بيهتم بازهار المواهب بالاضافة لاستضافة جميع التخصصات فالنهاردة يسعدني ان يكون معايا موهبة بدأت في مجال الشعر من سن صغير ومش كده وبس لأ سبحان الله ربنا ادهى الصوت الجميل المميز اللي هي استغلته صحة وبدأت ان هي تستعمله في الانشاد الديني ومدح الرسول عليه افضل الصلاة واتم السلام يسعدني ان يكون معايا في فقرة النهاردة الموهبة الشابة الجميلة منا عبدالله منشدة وشاعرة في نفس الوقت صباح الخير منك منا في البداية كده تحب تعرفينها بنفسك كده وتقول لنا ازاي بدأت مشوارك ومن اللي شجعك منا عبدالله من المنصورة تانية سنوي أزهر طبعا الاشخاص احب اشكرهم دايما كانوا دايما بيشجعوني على الحاجة زي كده طبعا ممتي واخواتي واصدقائي كان هما دايما محمسيني الحاجة زي كده تمام بدأت بقى من سن صغير ولا بدأت من امتى كده تقريبا من سن صغير كنت صغير تمام انت عمدت كم سنة بقيت كده حاليا 16 16 يعني تمام يا جماعة يعني واضح ان الشاعرة منا بدأ من تقريبا مثلا بالي قد في المجال كده تقريبا اكتر من 10 سنوات تمام يعني بدأ من سن صغير خالص جدا طيب ايه بقى اكتر هواتك بقى بتلاقي نفسك فيها اكتر الشاعر ولا الانشاد ببدأ اكتر في الشاعر في الشاعر طيب في حاجات طبعا من تقليفك ولا كله كده حب تقتباسي من شعراء تانيين لا في اكتباس وفي تقليفي نسمع تقليفك تمام صدام تقليفك تقليفك حسيت كأنها حساني بكل ما فيها من احزاني فبصيتوا طويلت النظر وحكيت كتير وياها بكلام منش فكرا takaya وحكاوا عن حزني فحكيت وياها كتير بكلام منش فكراいきاة وحكاوا عن حزني ومعاناتي مع الايام وفتفضت كتير وياها بالكلام منش فكراه وارتحت معها وما ياما عرفت بشرW كان منهم واحد حباه وفي اخر قصتي عرفت انه ما كانش ينفع اكون اياه ولا حلم حتى في يوم اكون اياه بس أدري رماني وياه ومش بإيدي والله بس أدري رماني والله ومش بإيدي مش بإيدي أن أدري رماني وياه لو كان بإيدي كنت اخترت طول عمري أكون بعيدة عن سكك وحياته وكل شيء يخصه أو أي شيء في يوم يرميني وياه كنت اخترت والله أكون بعيدة عن سكك وحياته أو أي شيء يخصه أو أي شيء يرميني وياه وفي آخر قصة العظيمة اتمنيت والله ما حبوشي ياريتني ما حبيته وهبت القلب ووديته حنين عمره ما كان يحلم بحدي يحبه يوم قدي خلاص عدي ودوس على قلبك يوم مرة وعيد من تاني في الكرة بسم الله ومشاء الله بس واضح ان الشجن عندك زيادة شوية والانفعالات على فكرة الإحساس والصدق في مجال الشعر والإلقاء نفسه ده من أنجح صفات الشعر بصراحة ويعني الحمد لله حاجة متوفرة تقريباً عندك طيب انت بتحب تسمعي ده قصيدة من تأليفك من تأليفك وكمان مش كاملة كلها كمان يا سيدة تأليفك يعني الكلمات عميون لها تكملة طيب من بقى من الشعراء اللي بتحب تسمعي لهم شامل جاخ أوه لأستاذي كرير يا حافظ له بقى حاجة ولا؟ أوه نسمعه من القصيدة طبعاً ما بحب يعرف عنه طبعاً ما صليتش العيشة ما صليتش العيشة طبعاً تمام كل الدكات رجلولي خير وما عندهاش ولا أي حاجة ما احنا عارفين شهر مارس والهوى والسن برضو ما تنسهوش شوية برد ما يستهلوش أول مرة شوف حبيبتي بتدوجع وبتتلوي وأنا عارفهم ما تشتكيش غلم الجوي عجزتي يا أما عجزتي يا أما وشاغ جريدك ما انت لسه مسحة شاجة بيدك عجزتي فجأة دي احنا كل جمعة نبوس في ايدك عشان نوضى بشجتك وتقولي لا عجزتي فجأة ومالك بيضيتي ليه؟ ليك حطة بودرة ما كنتي صمرة يا أما زي الدكاترة مش بيحكوا حاجة بينا وأنا جلبي متوغوش وحاسس اني أمي فيها إنا طب لو ما فيهاش يجنجلج عليه حجزوها ليه؟ لأول مرة حسي فيماغي بتشجج وتفكيري بيعمل صوت واحساسي طريقي اللي ملووشي رجوع ما صدقتش ولا تخيلت وانواجف ساعتها بإنه الموت حاولت أغضاها وأستهبل بجالك عمري بتمثل وهي معايشاك في الدور وصدقت انها بتتخم يا راجل خلي عندك دم دي حافظة قطيعك وتهتهتك وألعيبك عايزها منين تجيبلك حيل عشان ما يبنش في عينيها العذاب والهم يا راجل خلي عندك دم كانت بصالف عينيها السنين بتفوت ومن جوايا كلام من كتره عدا سكوت حاولت أغضاها وأستهبل بجالك عمري بتمثل وهي معايشاك في الدور وصدقت انها بتتخم كانت بصالف عينيها السنين بتفوت ومن جوايا كلام من كتره عدا سكوت كان نفس أقول آسف أقول ندمان أقول خجلان أقول لك أني والله بحبك حب مش معقول ما عرفتش ساعتها الحلق كان مكفول لكن القلب كان مفروط على قلبك وكان بيقول بحق آيات كتابة الله اللي حافظها على يدك ومن أيام ما كنت بعدة على يدك وعلى عدك وفرحة خدي يا مايا وانا نايم على خدك وكسما باللي جام حدي وجام حدك محبيت في الوجود جدك وقايد الوقت تتنغوش بتستعجل في وقت الموت وتتلهوش ما بنحسش بجيمة الثانية غير بعدين وتسرجنا الحياة ما نفكش غيره الدمع مبك العين يا شاكل قلبهم سافرة خدتني الغربة من حضنك سنين كفرة نسيت نفسي وأنا آسف قالوا للغربة يا مايا دي بتعلم دروس وحياة وإن الغربة يا مايا دي توق ونجاة أتاريها حزام ناسف أنا آسف معادنا ياما في الآخرة حتى تكوني محلوة وعليك العين ووريك العيال ياما بجم بنتين وجبت الوادي يا ستي عشان ما تدى يا جيش هواسيهم يا ستي خلاص ما تدخنوا بنيش أفراد عيلة هشام المدهشة دي تعليمات جدتكم المفتشة ممنوع تناموا في أي يوم أي يوم قبل ما تصلوا العشاء العظيم أنا يعني أنا بقى بصوت جدا وسعيت جدا بجد بصوتك وبالقائك بجد والله العظيم يعني حاجة تفرح بجد طيب انت اشتركت بقى في مسابقات شعرية أو كلام من ده أو ندوات أو كده آه طبعا كنت اشتركت في ندوات كتير ومسابقات كان بيتبقى موجودة كنت اشترك فيه تمام طيب فيه انشطة طبعا ايه الجديد بقى بالنسبة لك ايه اللي انت نوية تعملي تاني جديد أو في حاجة جاهزية جديد أو في كلام من ده طبعا متواصل الابتماعي بحبا يكون بقيها فيديوهات أكتر وظهور أكتر طبعا هو الشغل برضو على الميديا والسوشيال ميديا بيساعدك أكتر في الظهور وفي الانتشار وفي سرعة الانتشار برضو بالإضافة لظهورك المستمر برضو على شاشات التلفزيون طيب احنا سمعنا طبعا ان صوت الجميل في الانشات زي ما قدمنا الوقتي فيارت نسمح حاجة الاول كده انا السابر اتصال ده صباح الخير مدام نجوة صباح الخير يا فاندي تفضلي اتصال اتقطع شكرا مدام نجوة سمعينا كده ايه الانشات اللي انت حابة بتلاقي نفسك فيه بقى اكتر انشات بتلاقي نفسك فيه قلبي يا حيني قلبي يا حيني قلبي يا حيني الى مدينة طاها فمتى نزور المصطفى ونراها روحي هفت شوكا الى رؤياها روحي هفت شوكا الى رؤياها فمتى نزور المصطفى ونراها لو لا هما نل السعادة والمنا لو لا هما كانت ولا عرفت منا لو لا هما كانت ولا عرفت منا لو لا هما شرعت مناسك أو سنن لا ولا طاب الرحيل من الوطن لو لا هما طابت وطاب صراها قلبي يحن آيا قلبي يحن إلى مدينة طاها أَا يُضَامُ وَفْدٌ شاهدُوا أَنْوَارَهُ لا يُضَامُ وَفْدٌ شاهدُوا أَنْوَارَهُ أَا يُضَامُ وَفْدٌ شاهدُوا أَنْوَارَهُ لا يُضَامُ وَفْدٌ شاهدُوا أَنْوَارَهُ أَا يُضَامُ وَفْدٌ شاهدُوا أَنْوَارَهُ غَافْرَى الْإِلَى زُنُوبَهُ اللي موجود الوقت كده الأنشيط اللي موجودة حالياً؟ أو ماتحة أو كلام من ده؟ عايزين نسمع منك بقى إنشاد حاجة كده تكون في نهاية الفقرة كده حاجة كويسة كده منك في نهاية الفقرة تمام حاجة نختم بقى بقى كده الفقرة بتاعتنا معاكبة تفضل تمام هل حقاً تشتاف إليه؟ ترجو أن تُسقى بيديه؟ أرجم أنفى الظلم وكلها هل صليت اليوم عليه؟ الفائز حقاً من صلى والخاسر من عنه تخلى متيام بغض أحمد غلى قد صلينا اليوم عليه الفائز حقاً من صلى والخاسر من عنه تخلى متيام بغض أحمد غلى قد صلينا اليوم عليه نشراً نصراً لمكانته غيظاً لمحارب سنته رب ارحمنا بشفاعته قولوا صلى الله عليه قولوا صلى الله عليه خاب الهالك من يشتمه والهين من لا يكرمه خاب الهالك من يشتمه والهين من لا يكرمه ربي كافيه وعاصمه ربي كافيه وعاصمه وهو أحن العالم إليه ربي كافيه وعاصمه مهما اشترأ الوغد عليه هل حقاً تشتاك إليه ترجو أن تسقى بيديه أرجم أنفى الظلم وكلها هل صليت اليوم علي هل صليت اليوم علي شكراً يا سبراهيم شكراً يا سبراهيم تحب تقولي إيه اللي شجعوك طبعاً لولدتك والإخواتك والناس اللي وقفين جنب منك بجد أحب أشكرهم كتير اللي وجودهم جنبي ومساعدتهم معي بجد وجودهم فرق كتير في حياتي والإنا وصلت له ده كان بسهوة برضو وجودهم جنبي أحب أشكرهم كله يا جماعة الأستاذة منا كمان متعددة المواهب مش مجرد شهر وإنشاد يعني فيه مفاجأة كبيرة أنا مش عايز أقولها الوقت ولا أقولها أقولها طبعاً مفاجأة كبيرة بإذن الله يا جماعة تبقى المزيعة القادمة معنا في البرنامج بإذن الله لأنها متعددة المواهب بصراحة وتستحق أستاذة منا أنا كنت سعيد بلقائك جداً بجد النهاردة ومبسوط أن أنت شرفتنا النهاردة في البرنامج موهبة جميلة جداً وربنا يوفقك وتستمري في مجالك وفي موهبتك وإحنا برضو بإذن الله نحاول أن نساعدك على قد ما ند إن شاء الله أنا أسعد الوقت دي محضر إذا كانت الله يخليك أجماعة وفي نهاية حلقتنا النهاردة بنحب نشكر ضيوفنا الأعزاء اللي كانوا معنا في الفقرة الأولى وضيفتنا في الفقرة الثانية بنقول لكم تصلونا لأسبوع الجاي وحلقة جديدة من برنامج ابن حياتك سلام عليكم اشتركوا في القناة